مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكايات قلت بأنه كان بعض إشارات اللي مع أمر مغيت نسولك ولكن كانوا كي يخليوا الواحد يتسائل كي ماجهة في الكتاب أيضا حتى أنه في السنة الثانية في سبعين وسبعين نعم بنات الدراسية الثانية اللي عندكم نعم بدأت كتسار عوثيرة الدراسة نعم نعم ما حسيتوش بأنه أمر غير عادي غير طبيعي كيفاش نحن يمكن لنا غالي نشكو في ملاكيته وكيفاش نشكو فيه أخي قلت بأنه في الكتاب واحد الفقراء متيرة حتى حينما أيضا وصل أسطول يتكون من 25 شاحنة حادثة النوع من نوع رونستيام فرنسية الصنع فرنسية الصنع فرنسية الصنع السائقون جنود لم يسبق لنا أن شاهدناهم بالمدرسة كانوا غرباء الشاحنات قدمت من مركز باللوجيستيك والميكانيك وتعليم السياقة للعسكريين بعين حرودة بضواحي الدار بضاء قلت أيضا في الكتاب قلت بأنه وضرحنا أسئلة حول أسباب قدوم هذه الترسانة لكننا لم نتلقى أي معلومة نعم وش مكانش؟ نحن مكانش عم موقع لا يمكن مكانش لنافق كان صعب أنه يدخل الدماغ بأنه خالد شيئا نعم تتفخ راسك ما تتخمس عيامة ما تتفهمش لك ولكن كان قلت في الكتاب بأنه كل ما توصلنا به من بعض السائقين نعم أنه امتلق أوامر عليا من لده القيادة العليا للإتحاق من دراسة الإسكارية فقط نعم كان المقترح لك أن يحسن فيه خير وكما لم تتكلم عنه بديتكم وهذه المقشرات اللى وهدها مع السائلات أو المرة من اللقاء وكما تتعطيك شيئا وكما تتعطيك شيئا وكما تطيك شيئا وهذه الملاحظة اللى راحتي انتا اياه وكما قلت لاحظها الضابيط الفرنسى في المقتصف للضباط في هذيك الأمسية في هذيك الليلة هذي هذي تتكلم عنه على تسعودي وليوز ايه على تسعودي وليوز هذيك الليلة كانوا الضباط من اللي كان جمعوا مواعباب وفي بيرو دياله في هذيك الليلة بعد زيارته لنا وذيك زيارة تفقودية بش يشوفنا وشرحنا إمكاننا بش يعني في التحركات ديالنا في الوقوف وفي النزول وكذا كان واحد ضابط قل تيضحك مع مع الدباط اللي كانوا قل لها فلان جسبر كوو بريباري ان كو ديطا كونسا قال لي كسفون لكو ديطا دون لفريك توجد المحاولون قيلة الطابق الفرنسي قال للاعباب قال للادباط كان جاببو تلقى بيهم ومن هكسا هوا كانوا هكسا خطب عليهم ما خطب عليهم في اللقاء ديالو معيهم احنا ما عرفتاش باش خرجات الامور ما كيش اللي عطاناش اش يتويوا لكين تيحكي وما تيحكي وقالي يمكن لما خانتني الدكرة يمكن للرئيس هو اللي دوا معاه هاداك نوبيتي هاداك النصراني قال لي سيكومساكو السفون لكو ديطا دون لفريك اذا ما رأى هاد الشير غريب يعني ايضا هنا تتبان لحين كو تتبان لكن احنا ما كان الناس تبانتوا ما يمكن عندهم تجريبات عندهم تجريبات وحنا كانت تيقتنا مئة في المئة فالبابو حتى كانت تحركاتنا فداخل المدرسة وحنا كانت تتبان وادين شو وجهة من الوجهات فلاشة مطعم وادين المطعم وادين الكومبا وادين خارجين للتير هاداك تساؤلات وادين تساؤلات بمعنى انهم كنتو تتعلموا داخل الدراسة البرنامج الاخاديمية وما عمر حسيتو وخاك تتساؤلو لكي نتعلم كتاب ديالك بعض الاشياء لا شيء نقول بأنك الواحد ستحس بها لكن مثلا الكل كان فريحا أجواء أصبحت بعد ثلاثة أيام ذلك ما حدث فيما بعد جعلنا تراجع عن كل التخمينات وستخالج الكثير من الشكوك عندما تلقينا خبرا غير مسبوق منذ أن وطأت أقدام لندرسة ويتجلى في طارئ ما بالبلد أننا مطالبون بأن نكون على أتم الاستعداد في أي لحظة وأن نرتديها عفوا بدلة الحرب والخودة الواقية على الرأس في دائمنا اليوم هذا الأمر هذا جريتني اليوم الأربعة يوم الأربعة تمانية تمانية جمعة هي تسعود فهذه كل الأربعة نحن كنا لا دخلنا من واحد في المسون كنا قدينا قبل كانوا خيرونا باشن اللي بغا يبشي واحد ستيام راحة ويرجع ريتماء من هالسانة الدراسية وغادي يتنقل كل واحد الوجهة اللي غادي لها واللي ما بغاش يمشي بقاوه في المدرسة استقبلوا التلاميذ دي الفوج اللي غادي يدخل سبعين في واحد وسبعين كما كانوا هذيك الساعة دخالوا واحد الفوج دخلوا واحد الفوج وكانوا مسكنينهم في دي تونت يعني في قياطا في جنب الكازيرد ريتماء دخوا لي يعني تسنوا دو كل عمارات يبشو منهم دو كل القدام ويدخلوا الجداد من اللي رجعنا نحن في هذيك أنا فضلت نمشي للدار بيدا عطلة عطلة دقيست ايام قلت أنا نمشي الصيف هذا الصادة هذا مع البحار مع صديقاء وكذا هذوك الإقوان اللي بقاوه بأضطروا هذوك الناس بقاوه بأضطرهم أو مكادروا هذوك الدلالي جداد نعم اللي دخلنا دخلنا في رجعنا من ديك العطلة ديست ايام رجعنا نهار الحد الحد كان توقع لها ثلاثة كلها ثلاثة يوليوز اثنين ثلاثة لااربعة لااربعة حتى قالوا لنا هل تطور يعني لا لايرت ما معنى لا لايرت وحنا من خلال هذك القانون الأسكاري تيقول لك تيت تعفاق من حالة الطوارئ المتدربون المتكونون في المدارس هذو يعني تكونوا معفين بش يشاركوا فيش 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 تحلوك ديالة تمروذ أو كذا أو كذا قال لك قال لك غادي تديروا غا تكونوا غا تبسوه البيدلات العسكرية الحربية بروتكان الكاسك البيدود يعني كل ما يتعلقوا بالحربية بأنكم مقبلون على حرب بأنكم مقبلون على حرب بالحربية وهو تساؤل ما يعني ما يبقى شتجاه ديالنا نحن لهذا الشي حنا بدنا كنتساؤلوا مع مع طوى الضباط ديالنا تيقول لك ما فرصناش ما تقول لك غلدي لوحة المورا واراك بن سليمان بن سليمان كل هو الشي يقول لك وتحتدو كل جنوه وكي نبدال أجواء غير عادية غير عادية حطرة عود تزهاركم نعم احنا قربنا إلى الليلة الليلة ايه الليلة غير جولياء عادية غير عادية يعني اشوف كل واحد اي 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 وتشوفتم مباشرة نعم 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 اشتركوا في القناة